هل في حد تاني من البنات عايزة تسأل تفضلي؟ دلوقتي لو في بنت أخوتها منعوها من الميراث وهي قرارة ضرقا للمشاكل تتنازل عندها إزاي تعيش حياة سليمة وما فيهاش قطع رحم وكمان ما تعيش في المظلومية؟ الظلم في الميراث منتشر في الناس وده حرام وعتداء على حدود الله خاصة للبنات كثير جدا عندنا في بلدنا بيتسلط الوارث الرجل خاصة في الأرض كأن الأرض دي يعني جزء من كينونته أو شيء من هذا القبيل فيظلم إخواته ويظلم ولاد عمه ويظلم كذا إلى آخره وده كبيرة من الكبائر الكبائر فيها لعن فيها تهديد بالنار فيها عقوبة لا يستهين الإنسان بها وإلا فإن الله لا يبارك له لا في الدنيا ولا في الآخرة كذلك الإخوة اللي بيظلموا إخواتهم الآخرين إحنا قبل من يعني ندخل في السؤال لأنه الحلال حلال والحق حق وبنيجي هنا بقى طب تعمل إيه تقطع على فكرة المطالبة بالحق ليس فيها قطع رحم وكان زمان أروح أنا وأخويا إلى الآضي نروح مع بعض في وسيلة واحدة علشان يحكم بيننا يعني ذهب إلى الآضي يا حضرة الآضي قولينا الحق فين قولينا تتحل إزاي مش إنه يبقى فيه خناقة دلوقتي بنروح للآضي لما يكون فيه خناقة لا ده كان الآضي أيضا مستشار للتراضي فيعني على كل حال هذه البنت بصبرها تأخذ ثواب إنما اللي بيتعمل ده حرام فيه هنا تفضل اشتركوا في القناة